أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه حرصه الدائم على ترسيخ استقلال القضاء ودعم سلطة القضائية وتوفير الكوادر المؤهلة لها إدراكاً للدور الهام الذي تنهض به في الحفاظ على الحقوق وتعزيز أمن المجتمع واستقراره مؤكداً بأن القضاء البحريني المستقل هو صرح من صروح العدل وحماية حقوق الإنسان في المملكة ويجب احترامه والوثوق بنزاهته ودوره في تحقيق مبدأ العدالة للجميع منويهاً جلالته بأن ترسيخ مبدأ العدالة والمساواة يعد ركناً أساسياً في بناء الدولة العصرية الحديثة جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية هذا اليوم مع المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز وأعضاء المجلس وذلك للسلام على جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتشكيل المجلس كما رفع رئيس المجلس بالنيابة إلى جلالة الملك المفدى التقرير السنوي القضائي لعام 2015 وخلال اللقاء أشهد جلالة العاهل المفدى بالجهود المخلصة لرئيس وأعضاء المجلس وعملهم الدؤوب لتحمل هذه المسؤولية خدمة للوطني والمواطن مثنياً على ما تضمنه التقرير السنوي من إنجازات وبيانات وخطط مستقبلية بهدف تطوير المنظومة القضائية وتحسين كفاءة العمل القضائي لكل ما من شأنه ترسيخ مبادئ الحق والعدالة وسيادة القانون وعرب الملك المفدى عن اعتزازه بقضاة مملكة البحرين لما يبذلونه من جهود كبيرة وتحملهم المسؤولية والأمانة في مختلف مواقع عملهم لتحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والدفاع عن قضاياهم وفق القانون لتظل الكلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء البحريني منوها جلالته بالتنظيم والتطوير المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته بكافة قضاته خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك تاريخا عريقا في مجال القضاء وخلال المقابلة أكد صاحب الجلالة حفظه الله بأن مملكة البحرين ستظل بلدا لجميع من يعيش على أرضها ويعمل لخيرها وصلاحها دون أي تفرقة أو تمييز سائلا جلالته الله عز وجل أن يحفظ مملكتنا البحرين ويديم عليها أمنها ورخاءها ويوفقنا جميعا للعمل لكل ما فيه خير ومصلحة شعبها العزيز اشتركوا في القناة